بسم الله الرحمن الرحيم الفيديو ده للمبتدئين او اللي عايزين يبتدو كروشي ومش عارفين يبتدو زي او يعملو ايه اول حاجة واحنا بنشتري خيط او بنشتري يعني هنشتري اي خيط والابرة المناسبة دي الابرة المناسبة دي بتبقى مكتوبة على الورقة يعني احنا لو بصينا مكتوب هنا بتاع الكروشي ومكتوب عليه من من واحد لتلاتة من واحد لتلاتة واتريكو عندنا كمان من اتنين نصر لتلاتة ونصر احنا عندنا هنا واحد وهنا تلاتة واتنين وتلاتة طيب لو احنا هنشتري ابر سيليكون اا نراعي ان السيليكون مزي الالمونيا او الابرة العادية بيبقى فيه اتلاف يعني دي تلاتة وحطناهم مع بعض تبن دي اكبر شوي فنراعي حاجة زي كده وحنا بنشتري ممكن نجرى والخيط الاول طيب بيبقى مكتوب عليها وزنها وهي قد اي متر طيب طريقة مسك الابرة ما تسمحيش لأي حد يقولك انتي مسك الابرة غلط سواء بتمسكيها زي سكينة او بتمسكيها زي الالم الاتنين صح المهم النتيجة بتاعت الشرور بتاعك تبقى مصبوطة المنتج بتاعك يبقى ماشي صح قلم سكينة الايدك هتستريح فيه وهتحس ان ايدك سريعة فيه تمام احسن ما نيجي نسحب الخيط ما نسحبهوش من القطلة اللي بره عشان هيجي وقت هتبصي تلاقي الخيط الكع معاكي ودخل في بعضه وشبك في بعضه والدنيا هتبوص معاكي هيبقى هندواري عليه من جهوها هيبقى كتير شوية في الاول بس بعد كده هيريحك لا ترفي الخيط اهو والخيط هيبقى يعني هي بس الحبة اللي في القدام كده وبعد كده هيتنهي تسحب معاكي براحة خالص لحد اخر فتلة حد اخر فتلة مش هيكون فيه مشاكل لكن لو خدتيه من برا حييجي وقت وهيلعبك في بعضه طيب علشان نبدأ شغل الكروشيه احنا محتاجين الاول نتعلم عقدة البداية او دايرة او اللي هي العقدة استحبائية احنا بنحط الخيط كده وبنلفوا مرة واحدة على شبعا الخيط طرفه البرا بنلفوا مرة واحدة كمان على صباحا مرة جبنال قدام الخيط اللي جوه جبنال قدام ومره كمان ونروح موقعية وبقى عندنا عقدة صحرية مرة كمان احنا بنلفوا مرة واحدة على شبعا الخيط اللي برا ونلفوا مرة واحدة بس كده نحط الابرة بتاعتنا لازم يبقى فيه اساس لشغلنا الاساس ده عباره عن سلاسل السلاسل هي ان احنا بنسحب الخيط ونطلعوا من العقدة دي بنسحب الخيط نطلعوا من العقدة دي كده بقى عندنا سلسلتين نعد واحنا بنشتغل اهم حاجة في شغل الكروشيه العد الكروشيه والتريكو بيعتمدوا على العد عدد غرضك مزبوط تمام شغلك كله مزبوط مرة كمانا احنا بنسحب الخيط بنلف الخيط من فوق لتحت ونسحبه بنلف الخيط من فوق لتحت ونسحبه طيب احنا عملنا عدد السلاسل المطلوب من هنا في البطرون مهما ان كان عدد السلاسل ده ايه احنا ممكن نعد كده هي السلسلة بتقدام دي سلسلة دي سبعة دي سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة انا كده عندي عشر سلاسل طيب كل غرزة حشوة عمود عمود بلف اللي هو العمود بلفة نص عمود عمود بلفتين كل غرزة من الغرز بتاعة الكروشي بيقابلها عدد سلاسل يعتبر يعني لو عملتيه يعتبر بمثابة الغرزة اللي انت عميليها يعني الحشو مقابلها غرزة واحدة العمود مقابله مقابله تلات غرز يعني اللي هو عمود بلفة واحدة بنلف الخيط بلفة واحدة على الابر مقابله تلات غرز عمود بلفتين مقابله اربع غرز عمود تلات لفات مقابله مقابله خمس غرز خمس سلاسل اسفل طيب علشان نبدأ السطر التاني ونبدأ نعمل الغرز اللي احنا عايزينها لازم نعمل ارتفاع من الجنب اللي احنا عايزين نشتغل لو هنشتغل حشو بانعمل سلسلة ونعتبرها مش موجودة وندخل في القرزة اللي بعدها لو هنعمل عمود هنعمل ثلاث سلاسل وهنعتبرهم مش موجودين وندخل في الرابعة الرابعة من تحت الابرة بنعد ادي واحد ودي اتنين ادي تلاتة ودي الربعة وندخل فيها طيب قرز الحشو ازاي الحشو احنا قلنا هنفوت واحدة بس وهندخل في اللي واحدية الحشو بندخل في السلسلة ونسحب الخيط وبنسيب فتلتين على الابرة ونروح سحبينهم وهم الاتنين مع بعض مرة كمان ادي السلسلة اللي بعدها بندخل بالابرة ونسحب الخيط ونسحبهم هم الاتنين مع بعض بندخل الابرة في قلب السلسلة ونسحب الخيط وناخدهم هم الاتنين مع بعض طيب النص عمود نص عمود بنلف الخيط على الابرة بنلف الخيط على الابرة مرة كمان بنلف الخيط بندخل في السلسلة اللي عليها الدور ونسحب الخيط ونسحب الثلاثة دولات مع بعض تين نص عمود نص عمود مرة كمان بنلف الخيط بدخل في السلسلة اللي عليها الدور بنسحب الخيط مرة كمان بنلف الخيط طيب العمود بالمناسبة العمود ممكن يكون ليه ارتفاع في الاول اتنين بس على حسب المبطرون بتاعك ما هو طالب او هو عايز يعني ممكن لو هو مش اي الحاجة بترتفع ثلاث سلاسل بس مش اتنين طيب العمود بنلف الخيط بقى عندنا تلات سلاسل اتنين بيبقى عندنا اتنين اللي موجودة اصلا اولنية واللي احنا صحبناها ونروح عملينا مهمة الاتنين مرة ده العمود بلفها عمود بلفها مرة كمان بتلف الخيط مرة واحدة بندخل بعدين ناخد اتنين في اتنين ده العمود بلفها العمود بلفتين بنلف مرتين بندخل نسحب الخيط من ورا وناخد اتنين في اتنين في اتنين نسحب الخيط تلات مرات لفتين ندخل في السلسلة اللي عليها الدور نسحب اتنين بس بعدين اتنين كمان واتنين كمان ده العمود بلفتين وهكذا عمود بتلات لفات بنلف تلات لفات وبنسحب اتنين في اتنين في اتنين في اتنين اربع لفات اتنين في اتنين في اتنين في اتنين اه خمس لفات اتنين في اتنين في اتنين في اتنين وهكذا طيب في عندنا هتقابلت كتير قوي غرزة اسمها غرزة منزلقة او المنزلقة اول هي نسحب الخيط ونسحبه من دي كمان وكأنها حاجة مش موجودة ندخل الابرة ومنسحبه من تانية كمان هي دي كل غرز كل شيء يعني انت مش هتحتاجي اكتر من دولار علشان تبتدي ونصيحة ما تبدأيش انك تجيبي خيط وابرة وتعودي تتعلمي الغرز لأ انت هاتي خيط وابرة وبدأي مشروع اختاري مشروع وهاتي خيطه وهاتي ابرته وانت بتشتريهم راعي حجم الخيط وحجم ابرتك بيغيروا حجم مشروعك يعني انت او اخترت خيط رفاعة سواء كده او ارفع بيطلعلك المشروع بنفس عدد الورز بس ايه ازهار لو انت جبت خيط خين وابرة كبيرة مناسبة لي هيطالك مشروعك حجمه اكبر ف حجم الخيط وحجم الابرة بيأثروا على حجم المشروع بتاعك وبالتوفيق ويا ريت اللي ما عملش اشتراك يعمل ولو في اي حاجة اسبوها لي في كومنت تحت ساعمال